محاضر السابسة عدنا أربع أقسام لل الـ Variance الـ Variation الـ Range الـ Variance الـ Standard Diviation الـ Coefficient الـ Coefficient Variation الـ Range الـ Range واش نسوى فيه نطرح القيمة الأعلى من القيمة نطرح الهي من اللو يعني أكبر قيمة من أصغر قيمة وهذا يعطينا الريمج يجب زعب عبرية قيمة من التكلمات المتحدة في المولادات المتحدة يضعني العدد 10 أكبر هذه 10 أكبر نشوف اش اقل قيمة سالب ستة اكبر قيمة ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين ناقص سالب ستة واطلع بالرنج فيطلع ثمانية وثلاثين زائد ستة اربعة واربين بالنسبة لهذا السؤال طلب الرنج اعطاني جدول ناخذ اصغر قيمة اللي هي خمسة واربين اكبر قيمة اربعة وسبعين في الكلاس لمت ما نروحي للتكرار لكلاس لمت اه اه اربعة وسبعين ناقص خمسة واربعين اربعة وسبعين ناقص خمسة واربعين تصوص خمسة واربعين ناقص خمسة واربعين تصوص خمسة واربعين واربعون ولا اخذ من土 أيها ما يصير تربيه يعني نفس ما نشوف الpopulation deviation مربع وش الpopulation variation مجموع الـ ناكوس المين الكل تربيع على الـ total الpopulation standard deviation ناخد تربيع ناخد الجذر حق الpopulation variance هذا طلب مني المين لا المين طلب مني الpopulation variance و standard deviation اول حاجة قال 10 people يعني الان هوش قال the number of hours slept by 10 people are given respectively by the following data اوكي اوكي يعني population انه ما ما طي عين اوكي فيصر هذا n capital n capital 10 اللي فوق مجموع الـ x اول حاجة نسويها مجموع الـ x يعني نقول 7 زائد 6 زائد 8 زائد 4 وهكذا يعني هذولين نجمعهم مع بعض الناسج كان 58 58 قسمة 10 و 75 ثاني حاجة ثاني حاجة نسوي جدول هذي القيام هذي القيام هي نفسها هذي القيام ف نحطها جدول اسهل بعدين آآ نقص منها القيمة اللي طلعناها اللي هي المين هذي 5 0 ثمانية يعني يعني اقول 7 نقص 5 0 ثمانية 6 نقص 5 0 ثمانية ثمانية نقص 5 0 ثمانية يعني اسوي اسوي نفس هذي الحركة هذي نطراح بعد ما نطراح نربع هذا الناتج اللي لاحظني يعني مثلا 1 1 2 ربع بروحة 0 2 ربع بروحة بعد ما ناخد هذا كله خلاص ربعنا نجمع هذي الأرقام يطلع لنا هذا الناتج هذا الناتج نحطه على الن نفسه نفسه وخلاص هذي ج devotjo اشتركوا